أقدم نص عندنا يتحدث عن هذا الموضوع هو في كتاب الفقيه للشيخ الصدق المتوفى سنة 381 للهجرة ومن بعده جاء ناء الطوسي تحدث عن الموضوع في كتابه المبسوط وفي رسالته العملية النهاية الطوسي في سنة 460 للهجرة حديثنا عن الصدق كل الذين يحاربون الشهادة الثالثة يحتجون بقول الصدق في كتابه الفقيه هذا هو الجزء الأول من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدق المتوفى سنة 381 للهجرة هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 290 وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخباراً وزادوا في الأذان محمد وآل محمد وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين ومنهم الروا بدل ذلك أشهد أن علي أمير المؤمنين حقاً مرتين أشهد أن علي أمير المؤمنين حقاً مرتين إنه الأذان الإلهي الذي قرأته عليكم من الكاف الشريف قبل قليل رواية سنان بن طريف عن إمامنا الصادق من أن الله أمر منادياً فنادى الشهادة الثالثة هي هذه أشهد أن علي أمير المؤمنين حقاً ولا شك في أن علي ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقاً وأن محمد وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ذلك وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا هذا هو أقدم ما عندنا في كتبنا بشكل واضح هناك حرب على الشهادة الثالثة في كتاب الصدق بالنسبة لي بشكل رسمي وحتى فيما ألفته وما أقوله في برامجي طيلة السنين الماضية فإنني أنقل كلام الصدوق هذا وأناقشه على أنه كلام الصدوق لكنني في هذه الحلقة أقول وهذا هو الذي يعتلج في قلبي هذا الكلام ما هو بكلام الصدوق هذا كلام متسوس الذي دسه هو الذي عبث بالكتب من هو الذي عبث بالكتب؟ الطوسي ليس بالضرورة أن يكون الطوسي بشخصه وإنما المذهب الطوسي ولكن تحت إشرافه وبتخطيط منه تقولون ما هو دليلك على ذلك؟ سأثير لكم أسئلة إنها أسئلة ذكية السؤال الأول الصدوق محدث ينقل الأحاديث هذه الأحاديث التي قال عنها من أنها أحاديث وضعتها المفوضة هذه الأحاديث التي أشار إليها إن لم يذكرها في كتاب الفقيه فإنني أجد له عذرا تقولون ما هو العذر؟ العذر ما قاله في المقدمة ماذا قال في مقدمة الفقيه؟ قال ولم أقصد فيه في هذا الكتاب قصد المصنفين في إيرادي جميع ما رووه بل قصدت إلى إيرادي ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة مشهورة بين شيعة أهل البيت عليها المعول وإليها المرجع مشهورة منذ زمان الأئمة وإن الأئمة أمرون بالرجوع إليها هذا هو الذي يقصد من المشهورة لا يقصد بالمشهورة ما هو مشهور بين الناس وإنما هي كتب مشهورة لأن الأئمة أمرون بالرجوع إليها فهي معروفة منذ زمان الأئمة فالصدوق هنا هكذا قال ولم أقصد فيه قصد المصنفين المصنفون الذين يجمعون كل المعطيات حتى لو أنهم لا يعتقدون بها أنا أتحدث عن المصنفين في علم الحديث لأن الصدوق محدث والكتاب كتاب حديث ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إراد جميع ما رووا بل قصدت إلى إراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي فالصدوق في هذا الكتاب لا يريد أن يثبت رواية لا يعتقد هو بصحتها إنني أجد له عذراً أن لا يثبت هذه الأحاديث وإنما تحدث عن مضمونها بشكل إجمالي في هذا الكتاب لكن ما هو عذره في بقية كتبه؟ لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ فهو قد قصد فيها قصد المصنفين أن جمع فيها الأحاديث حتى التي هو لا يعتقد بصحة مضمونها جمع الأحاديث التي وصلت يده إليها لماذا لم يذكر هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ فقد ذكر ما ذكر من أحاديث المخالفين وجمع ما جمع من كلام العربي ومن أخبار الجاهليين في كتبه لماذا لا توجد هذه الأحاديث في بقية كتبه؟ قطعاً هناك كتب للصدوق ما وصلت إلينا هناك كتاب كبير للصدوق والذي يغلب على ظن أن الطوسيين هم الذين أتلفوه كتاب عنوانه مدينة العلم من أهم كتب الصدوق ما وصل إلينا يغلب على ظن ومن القرائن أن الطوسيين هم الذين أتلفوا هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والروايات التي لا يريدونها أن تصل إلى الشيعة هذه نقطة نقطة فإن الأحاديث ليست موجودة في كتبه إما أصلاً أن الصدوق لم يروي هذه الأحاديث وإما أنها رفعت من كتبه فإذا رفعت من كتبه يعني أن العبث يمكن أن يكون في كل كتبه وفي هذا الكتاب أيضاً قضية أخرى الكلام هكذا بدأ وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله قطعاً هو لا يقول عن نفسه هذا وفي وسط الكلام وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح إلى آخر كلامه هذا يشعر بأن الكلام أضيف على الكتاب لماذا جاء هذا في وسط الكلام المزور كان غبياً لم يترك الكلام على رسله قد يقول قائل من أن الكتب القديمة يوجد فيها مثل هذا يوجد فيها مثل هذا إذا كان المؤلف قد قرأه على تلامذته فهم يكتبون ما يسمعون من أستاذهم وشيخهم ويضعون هذه الجملة في بدايات الفصول لكن الكلام هنا في وسط الموضوع وما عندنا من دليل أن الصدوق قرأ على تلامذته وهذه النسخة من نسخ تلامذته المزور كان غبياً وليس غبياً إنها إشارة بقيت حتى يستطيع الذي يدقق ويحقق أن يكتشف الأمر هناك عبث في الموضوع كله قد تقولون كيف الصدوق أورد صيغة واحدة ثقافة للأذان والإقامة وهذا كلام ليس منطقياً لأن السنة يعرفون أن الإقامة غير الأذان والشيعة كذلك لا شأن لنا بالسنة في ثقافتنا الشيعة الإقامة شيء والأذان شيء وإلا لماذا اختلف العنوان لماذا قيل للأذان أذاناً وللإقامة إقامة فهناك أذان وهناك إقامة وهناك أحكام لكل واحد منهما وهناك اختلاف في الألفاظ الصدوق هنا جعل الإقامة والأذان بنفس الألفاظ وهذا غريب على شخص كالصدوق هذه أمور بديهية فإن الأذان شيء وإن الإقامة شيء آخر والدليل اختلاف العنوان فهل يخفى هذا على الصدوق وشيء آخر ولا بأس أن يقال في صلاة الغداد في صلاة الفجر على أثري حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية لا بأس لا بأس بذلك للتقية ولكن أية تقية بعد ذكر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم وضعت بدلا من حي على خير العمل فكيف يجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم هذه أمور بديهية لا يمكن أن تخفى على الصدوق هناك عبث في الكتاب عبث واضح إذن القرينة الأولى أن الكتاب جعل الأذان والإقامة شيئا واحدا في الألفاظ والفصول والكلمات وهذا أمر مستغرب أن يكون من الصدوق وأن يخفى عليه ذلك لأن الأذان شيء والإقامة شيء آخر صحيح هو قد نقل رواية لكن الروايات تصحف تحرى تبدل تغيى هناك أصول وثوابت عندنا القرينة الثانية أية تقية هذه أن نجمع بين التثويب المراد من التثويب الصلاة خير من النوم وبين قولنا حي على خير العمل فأية تقية هذه هكذا يقول ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات في صلاة الصبح على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية فأية تقية فهل أن صدوق لا يعرف كيف تكون التقية هذا الكلام منطقي ثم يأتينا وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله وأورد ما أورد من الكلام هناك قضية أخرى تلفت النظر بشكل أكيد صفحة ثلاثمية وتساطعش التشهد يبدأ صفحة ثلاثمية وتساطعش التشهد في الصلوات الواجبة التشهد الطويل المفصل الذي ذكره الصدوق يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد نعم ورد في الروايات من أن الشهادتين تكفيان لكنه تشهد بلسان التقية أما أن الصدوق هنا يورد تشهدا مفصلا هذا التشهد المفصل يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا الكلام منطقي المخالفون كالشوافع يجبون الصلاة على محمد وآل محمد في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة الصدوق يخفى عليه الأمر من أن الصلاة على محمد وآل محمد واجبة في التشهد الوسطي والأخير كيف يثبت تشهدا يخلو من الصلاة على محمد وآل محمد هذه أمور بديهية لا تحتاج إلى علم كبير أنا أقطع من أن الصدوق نقل الصيغة الموجودة في الفقه الرضوي والتي تشتمل على ذكر أمير المؤمنين لكن المحرفين الطوسيين حرفوها لأن الطوسي لم يشر إلى كلام الصدوق حينما تحدث عن الشهادة الثالثة لم يشر إلى كلامه لا من قريب ولا من بعيد تحدث عن روايات شاذة ولم يشر إلى ألفاظها ولم يذكر شيئا منها هذا هو الفقه الرضوي ماذا جاء في الفقه الرضوي هذه طبعة مؤسسة آل البيت قموا المقدس صفحة مية وثمانية جاء في هذا التشهد أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم المولى ماذا جاء في تشهد الفقه الموجود بيننا وأشهد أن ربي نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما عن الرسول إلا البلاغ المبين كلام ركيك كلام ركيك وحذفت الصلوات على الأئمة اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسني والحسين وعلى الأئمة الراشدين من آل طاها وياسين وبعد ذلك الصلاة على إمام كل زمان من أزمنة الشيعة حذفت هذه الصلاة ولذا فإن تشهد الفقيه يخلو من الصلاة أصلا فهل هذا كلام منطقي ولاحظوا أن المجلس لما وصل إليه الفقه الرضوي قارن فيما بينه وبين كتب الصدوق قال هذا الكلام في الجزء الأول من بحار الأنوار إنها طبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة الحادية بعد العاشرة يتحدث عن الكتب وكتاب فقه الرضا عليه السلام أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعدما ورد إصفهان إلى أن يقول المجلس وأكثر عباراته أكثر عبارات هذا الكتاب الذي يعرف بالفقه الرضوي وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سنة هناك نصوص ترد في كتاب الفقيه من غير سنة هذه النصوص بنفسها موجودة هنا ويمكن للباحثين أن يتأكدوا من هذا الأمر نصوص في كتاب الفقيه الذي قال في مقدمته بأنه لا يثبت من الأحاديث إلا ما هو حجة فيما بينه وبين ربه هناك نصوص من دون سنة بالضبط كلماتها موجودة في هذا الكتاب في الفقه الرضوي هذا يعني أن الكتاب كان موجودا عند الصدوق وجعله من المصادر لكتابه هذا مثل ما قال من أنه نقل من الكتب المشهورة من كتب الأئمة وأكثر عباراته عبارات الفقه الرضوي موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر ابن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقه من غير سنة إلى آخر كلامه فهذا التشهد قد حذف منه ذكر علي وحذفت الصلوات ليس منطقيا أن صيغة تشهد من الصيغ الطويلة تخلو من الصلاة على محمد وآل محمد وبعد التشهد أضاف هذا الكلام ويتزيك في التشهد الشهادتان هذا تبرير لحذف الصلاة من هذا التشهد المبسوط تشهد طويل تشهد طويل لا أجد وقتا لقراءته الذين يريدون أن يبحث عن الحقيقة بإمكانهم أن يعود إلى كتاب الفقيه إلى الجزء الأول صفحة 318 هذا التشهد يملأ صفحة كاملة جزء منه في صفحة 318 وأكثر صفحة 319 قد امتلأت بصيغة هذا التشهد كل شيء ذكر في هذا التشهد وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق كل شيء ذكر في هذا التشهد إلا الصلاة على محمد وآل محمد هل هذا منطقي هل هذا معقول أن الصدوق يثبت صيغة للتشهد يذكر فيها كل شيء ولكن لا تذكر فيها الصلاة على محمد وآل محمد التي هي جوهر التشهد في الصلوات الواجبة لقد حرفوا الكتاب هذا الكتاب محرف حرفوه هذا هو الذي جاء في الفقه الرضوي أشهد أنك نعم الراب وأن محمد نعم الرسول وأن علي نعم المولى وأن الجنة حق والنار حق هنا قدموا وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأخروا وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين ويستمر بعد ذلك التسليم هناك قرائن أخرى في هذا الكتاب في بقية الأجزاء لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل التفاصيل في هذا الموضوع فهذا يحتاج إلى حلقات عديدة هذه القرائن وغيرها تشير إلى أن الصدوق بريء من هذا الكلام على الأقل علينا أن نضع هذا الكلام في أفق الإحتمال وأقوى من ذلك أقوى من ذلك ما هو تعالوا معي تعالوا معي نتتبع الكتب التي نقلت الحديث هذا الكلام الذي ذكره الصدوق لم ينقله عنه معاصره ابن أبي عقيل العماني ما نقل هذا الكلام بحسب المعطيات المتوفرة عندنا فابن أبي عقيل كان معاصرا للصدوق ابن الجنيد كان معاصرا للصدوق لم ينقل أي أحد من الاثنين شيئا من الذي ذكره الصدوق بخصوص الشهادة الثالثة ومن أن المفوضة هم الذين وضعوها لا شأن لنا بهذين الاثنين ابن قولوي كان معاصرا للصدوق ابن قولوي متى توفي سنة ثلاثمية واثمانية وستي الصدوق متى توفي سنة ثلاثمية وواحد واثماني ابن أبي زينب النعماني متى توفي سنة ثلاثمية وستين للهجرة هؤلاء محدثون رجال حديثنا هؤلاء أبرز علماء الشيعة في تلك الفترة من الذين عاصروا الصدوق العماني ابن الجنيد ابن أبي زينب النعماني ابن قولوي وغيرهم لم ينقل محدث وعالم من علماء الشيعة شيئا من كلام الصدوق هذا في كتبه هؤلاء الذين عاصروا الأحاديث التي ذكرها لم يذكرها في كتبه الأخرى الكلام الذي جاء في كتابه هنا لم يكتبه بقلمه وإنما كتبه آخر وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله لم يكتبه هذا كلام ألحق بكتابه الذين جاءوا من بعد الصدوق المفيد ما هو محدث أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق في هذا الموضوع مع أنه اعترض كثيرا عن الصدوق وناقش عقائده ونقل عنه لم ينقل شيئا عن الصدوق لا ما هو بلسان الموافقة ولا ما هو بلسان المخالفة الشريف المرتضى أيضا لم ينقل شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة أساسا لم يتحدث المفيد عن الشهادة الثالثة وكذلك المرتضى لم يتحدث عن الشهادة الثالثة الطوسي 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 هو أول من أصدر الفتاوى ولم ينقل كلاما عن الصدوق بهذا الخصوص إنه يريد أن يبعد نفسه عن التهمة فلم ينقل شيئا عن الصدوق ما بعد الطوسي لم ينقل شيئا عن الصدق الذين عاصروا الطوسي هناك مجموعة من علماء الشيعة عاصرت الطوسي وبعض كتبهم عندنا وآراؤهم نقلت إلينا أبو الصلاح الحلبي توفي سنة أربعمية وسبعة واربعين للهجرة من علماء الشيعة المعروفين والموازين للطوسي في وقته الشهادة الثالثة كانت موجودة في أيامه لأنه توفي في سنة أربعمية وسبعة واربعين في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة لم يشر لا بلسان الموافقة ولا بلسان المخالفة ولم يروي عن الصدوق شيئا في هذا كذلك حمزة ابن عبد العزيز الديلمي المتوفى سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة في السنة التي انتقل فيها الطوسي إلى النجف ولا أدري لماذا ماتوا في هذه السنة العديد من علماء الشيعة ماتوا في السنة التي منعت فيها الشهادة الثالثة وفي السنة نفسها التي ذهب الطوسي إلى النجف هذا يذكرني بالذين قتلوا في النجف وهم كلهم كانوا ينافرون السستان ويعادونه محمد تق الخوئي وهو الأخطر على السستان علي الغروي مرتضى البرجردي محمد الصدر هؤلاء كلهم كانوا يعادون السستان قضي عليهم قتلوا جميعا وفي أوقات متقاربة هؤلاء ماتوا في السنة نفسها التي بدأ الطوسي يؤسس مذهبه الجلاب قتلوه على باب دكانه لم يكن في حاشية الطوسي أبو الصلاح الحلب كان منافسا حمزة ابن عبد العزيز الديلمي كان في صف الطوسي ابن البراج الطرابلسي هذا بقي حيا وتوفي سنة 481 للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدوق وغيرهم وغيرهم أنا في بث مباشر أحتاج إلى وقت كي أتذكر الأسماء لأنني ما كنت مستعدا لذكر قائمة الأسماء هذه وإنما الحديث تفرع وتشعب فأردت أن أوضح الأمر بنحو أكثر هؤلاء لم يذكروا في كتبهم شيئا عن الصدوق بهذا الخصوص ابن الطوسي أحفاد الطوسي لم ينقل عنهم شيئا بهذا الخصوص وأن كنا لا نملك شيئا من كتبهم أساسا هؤلاء جهال وسفلة وأغبياء وسخفاء وسفهاء كجدهم كأبيهم عطوسي ويستمر الحال حتى عبد الجليل القزويني الذي أصدر فتوا في تحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هذا كان في إيران وألف كتابا باللغة الفارسية عنوانه النقض أصدر فيه بشكل واضح فتوا بتحريم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لم يشر إلى ما قاله الصدوق ابن زهر الحلب المتوفى سنة خمسمية وخمسة وثمانين لم ينقل شيئاً عن الصدوق بهذا الخصوص محمد ابن إدريس الحلي المتوفى سنة خمسمية وثمانية وتسعين للهجرة وابن حمزة الطوسي لا علاقة له بالطوسي ابن حمزة ابن حمزة أطوسي المتوفى سنة خمسمية وخمسة وثمانين للهجرة هؤلاء هؤلاء كلهم لم ينقلوا شيئاً عن الصدوق يحيى ابن سعيد الحلي حينما تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابه الجامع لشراء نقل كلام الطوسي وما نقل كلام الصدوق بينما كلام الصدوق أقوى من كلام الطوسي فما نقل كلام الصدوق المحقق الحلي لم يتطرق إلى الذي ذكره الصدوق ولم يتطرق كذلك إلى ما قاله الطوسي إلا في جهة حاشيته على النهاية وهو لم يعلق على هذا الموضوع له حاشية للمحقق الحلي على النهاية التي هي رسالة عملية للطوسي العلامة العلامة الحلي أيضا العلامة الحلي تحدث عن الشهادة الثالثة في كتابين من كتبه في منتهى المطلب وفي تذكرة الفقهاء لكنه لم يشر إلى ما ذكره الصدوق نحن وصلنا إلى العلامة الحلي المحقق الحلي توفي سنة ستمية أو ستة وسبعين أما يحيى ابن سعيد توفي ما بعد سنة ستمية وثمانين العلامة الحلي توفي سنة سبعمية وستة وعشرين للهجرة فخر المحققين ولده توفي سنة سبعمية وواحد وسبعين للهجرة هو الآخر لم ينقل شيئا عن الصدوق هذا الكلام بقي موجودا في كتاب الصدق هل كان موجودا فعلا أم أنه كتب بعد ذلك أول عالم شيعي يذكر كلام الصدوق هذا هو الشهيد الأول الشهيد الأول ذكر كلام الصدوق أشار إليه بالإجمال في كتابه ذكرى الشيعة الشهيد الأول هو شمس الدين محمد ابن مكي العامل والذي قتل سنة سبعمية وستة وثمانين للهجرة هذا أول عالم من علماء الشيعة بعد الصدوق الصدوق توفي سنة ثلاثمية وواحد وثمانين هل يعقل من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين وهو ألف الكتاب قطعا قبل وفاته ألف كتاب الفقيه في أواصط عمره هل هل يُعقل من ذلك التأريخ فلنحسب من تأريخ وفاته من سنة ثلاثمية وواحد وثمانين إلى سنة سبعمية وستة وثمانين تأريخ وفات الشهيد الأول هل يُعقل في هذه الفترة الزمانية لم يأتي عالم من علماء الشيعة كي ينقل كلام الصدوق هل كان موجودا أم أنهم يعرفون أنه مكذوب عليه لماذا لم ينقل كلام الصدوق بهذا الشأن وإنما أول من نقله هو الشهيد الأول وحتى من بعد الشهيد الأول لم أجد في كتب علماء الشيعة أثرا لكلام الصدوق مثلا في كتب المقداد السيوري من كبار علماء الشيعة ما بعد الشهيد الأول الذي يسمى بالفاضل المقداد لم أجد في كتبه شيئا مما يشير أنه نقل عن الصدوق أحمد ابن فهد الحلي ما ما نقل عن الصدوق شيئا في كتبه أحمد ابن فهد الحلي توفي سنة 841 للهجرة جاء جاء من بعدهم الذي يعرف بالمقدس الأردبيلي أحمد ابن محمد الأردبيلي هو من الذين رفضوا الشهادة الثالثة متوفى سنة 993 للهجرة لم ينقل شيئا عن الصدوق الذي نقل عن الصدوق هو الشهيد الثاني زين الدين ابن علي الشامي العاملي المقتول سنة 965 للهجرة أشار إلى كلام الصدوق في شرحه لللمعة وهو كتاب يدرس في حوزة النجف وفي حوزة قم الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اللمعة الدمشقية رسالة عملية مجزة كتبها الشهيد الأول وشرحها الشهيد الثاني في شرحه لللمعة الدمشقية أشار إلى ما قاله الصدوق بالإجمال أليس غريبا هذا أن كلاما موجودا في كتاب من أهم كتبنا كتاب الفقيه من أهم كتبنا إنه أحد الكتب الأربعة وقت الحلقة صار طويلا ماذا أصنع لهذا الوقت مع أن ني حاولت أن أوجز وحاولت أن أختصر الكلام وتركت الكثير من أسماء العلماء على أي حال من سنة 381 إلى سنة 786 إنها السنة التي قتل فيها الشهيد الأول محمد ابن مك العاملي لم ينقل أحد كلام الصدوق لماذا إما أنه لم يكن موجودا أو أنه كان موجودا ولكنهم يعرفون من أنه ليس صحيحا حكايتنا مرة 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 نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل الحديد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر